موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة ورلد اهلا ومرحبا بكم فيديو جديد ومعنا النهاردة نظام كنترول شير سبعين من اورنج احدث انظمة اورنج الشهرية من اسم النظام فهو اشتراك شهري وبسبعين جنيه رصيد يعني حضرتك عشان تشترك فيه لازم تشحن بمية جنيه كروت شحن او شحن على الهواء النظام بيديلك 3300 واحدة هتستخدمهم دقايق ورسائل وميجا بايت الاورنج لو حضرتك استخدمتها لأي شبكة تانية بتبقى المحاسبة الوحدة او الدقيقة للشبكات التانية بخمس وحدات من الباقة بتاعتك اول ما بتشترك في الباقة على طول وتشترك في النظام بينزلك حاجة اسمها بلاص دقايق وهي خدمة بتشتغل تلقائي مع تشغيل النظام ودي عبارة عن 600 دقيقة بحد اقصى تكلم بهم ارقام اورنج بس للاسف هتكلمهم بعد ما تخلص الباقة بتاعتك يعني حدك لو خلصت 3300 واحدة بتوعك مثلا في اسبوع او اسبوعين ولسه لك اسبوعين في حتى تجديد الباقة ممكن تكلم ارقام اورنج 600 دقيقة بحد اقصى لغاية تجديد الباقة بتاعتك اورنج بقى عملت حاجة تانية يا حلوة ووحشة في نفس الوقت حلوة اللي هي بلاص سوشيال بتضعيف لك وحداتك عشان تستخدمها على السوشيال ميديا يعني بقتك الياتى 3300 واحدة لو انت اشتركت في بلاص سوشيال هتخلي لك الواحدات بتاعتك 6600 ميجا سوشيال تخش بيهم على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى سناب شات بس للأسف اللي لو انت اشتركت في بلاص سوشيال بيلغي لك اللي هي بلاص دقائق تاني حاجة وميزة جديدة في النظام وهي ميزة المجموعة او الرقم الاضافي ان انت ممكن تضيف اي رقم من اي نظام شركة اورنج وبتاخد دقائق تكلم الرقم ده ببلاش اورنج هنا حطت حد اقصى للدقائق وهما 300 دقيقة بيتقسم عليك انت والرقم اللي انت ضيفته عندك رقم للمجموعة اورنج عامل حاجة برضو للناس اللي لسه هتشتري خط جديد او لسه هتخش شركة اورنج وتشترك في نظام كنترول شير 70 عامل ضعف الباقة لمدة 3 شهور ودائما تطلب شباك 1000 شباك بتاخد ضعف الباقة لمدة 3 شهور يعني الباقة بتاعتك اللي هي مفروض 3300 واحدة هتبقى 6600 واحدة وكمان لو انت اشتركت في بلاص سوشيال هتبقى الباقة بتاعتك 13200 ميجا بايت سوشيال مميزات النظام زي ما قلناها هنقولها تاني بشوية تنظيم ان النظام بتحلك اضافة رقم اضافي وكننا نتمنى ان اورنج تضيف اكتر من رقم في النظام دوت لا الى ان النظام دوت مختلفش خالص عن كنترول شير 35 و 50 وانت من خلال برنامج ماي اورنج او اتصال بشباك زيرو شباك ممكن تقسم الوحدات بتاعتك بينك وبين الرقم بحد اقصى 40% من وحداتك ممكن تشير الوحدات بتاعتك للرقم الاضافي اللي انت اضافته زي ما قلنا بيدي لك حاجة اسمها دقيق المجموعة وهي 150 دقيقة لكل خط خط بحد اقصى 300 دقيقة للمجموعة الثاني حاجة انت متجدد بقتك بتاخد خصومات من شركاء اورنج كمان لو انت الباكة بتاعتك خلصت بيبقى معات 100 ميجا بحد اقصى لكل فرض في المجموعة يعني 200 ميجا تستخدمهم على الواتس ااب ببلاش زي ما قلنا البلاست دقيقة بتشتغل تلقائي وليك 600 دقيقة بعد انتهاء الباكة بتاعتك البلاست سوشال بتلغي لك البلاست دقيقة بس بتضعف لك الوحدات بتاعتك اللي هي 3300 واحدة وبتخلهم لك 6600 واحدة كمان لو انت معاك دقيقة ووحدات من الشهر اللي فات او انت مسلا ايجا عليك تجديد الباكة بعد 28 يوم ولسه معاك وحدات بتترحل عادي للشهر اللي بعده بس لازم تشحن في معاك تجديد الباكة زي ما قلنا الدقيقة او الوحدة الدقيقة الاورنج بوحدة والرسالة الاورنج بوحدة كمان الميجا بايت بوحدة لو انت مشترك في خدمة بلاست سوشال هيديلك الاثنين ميجا سوشال بيساوي واحدة يعني بيضعف لك الوحدات لو حضرتك الوحدات بتاعتك انتهت بتبقى سعر المحاسبة هي 19 ارش للدقيقة والميجا بايت كمان لو عندك كولتون ومعاكش تجددها بفلوس بيخصم خمس وحدات من الباكة بتاعتك كل يوم زي ما قلنا صلاحية الباكة 28 يوم وكمان ممكن تضيف رقم واحد بس وعشان النظام اسمه نظام شير بتقدر تشير له وحداتك او تقسم وحداتك معه بحد اقصى 40% اتمنى اكون اعرفت اوضح المميزات النظام واتمنى كمان تتابعوا القناة وتعملوا لايك وشير الفيديو لايك وشير للفيديو ان شاء الله اوعدكم بفيديوهات تانية جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة